أسعد الأوقاتكم أعزائي المشاهدين الأجواء اليوم كانت مشمسة معظم الوقت مع استمرار الهوى شمالي غربي إلى متقلب الاتجاه من حين إلى آخر خفيفة لمعتدل السرعة تراوحت سرعتها بوجعه من نهار اليوم ما بين العشرة إلى الخمسة وثلاثين كيلو متر في الساعة أجواء كانت معتدلة تميل إلى البرودة وسجلت درجات الحرارة العظمى في بعض المناطق ما بين العشرين إلى اثنين وعشرين درجة مئوية وكانت الأقل في الشقايا والسالمي تسعة عشر درجة مئوية الأجواء في يوم الغد ستكون مشابهة لأجواء اليوم أجواء لطيفة بوجعه مناسبة لممارسة الأنشطة الخارجية الأجواء الحالية في مدينة الكويت أجواء باردة نسبيا درجة الحرارة الحالية 18 درجة مئوية رطوبة نسبية 68% والرؤية الأفقية ممتازة تتجاوز العشرة كيلو متر والهوى شمالي غربي إلى متقلب الاتجاه سرعتها الحالية 7 كيلو متر في الساعة صور الأقمار الصناعية خلال 24 ساعة الماضية تبين لنا أن الأجواء صافية بوجعه على دولة الكويت وكذلك على أغلب المناطق الشمالية من الممكة العربية السعودية حاليا دولة الكويت تقع تحت تأثير امتداد المرتفع الجوي القادم من شمال غرب شبه الجزيرة العربية اللي هو المنخفض الأوروبي اللي يحمل كتلة باردة أثرت من خفاض نسبي وملحوظ في درجات الحرارة بوجعه مقارنة بالأيام الماضية وأيضا الهوى شمالي غربي خفيف إلى معتدل السرعة رح يستمر معنا خلال الأيام القليلة القادمة الأجواء المتوقعة خلال ساعات صباح الأولى من يوم الغد أجواء باردة نسبيا متوقع تصل درجات الحرارة الصغرى في بعض المناطق خاصة المناطق الغربية ما بين 12 إلى 13 درجة مئوية أما في مدينة الكويت ومطار الكويت الدولي متوقع تصل إلى 14 درجة مئوية وعلى بعض المناطق الساحلية ما بين 17 إلى 18 درجة مئوية لكن أيضا الحرارة المحسوسة رح تكون أقل من هذه المعدلات بحول درجتين إلى 3 درجات مئوية الهوى الشمالي الغربي مستمر معنا حتى منتصف يوم الغد خفيف إلى معتدل السرعة وأجواء أيضا في نهار يوم الغد رح تكون مشمسة معظم الوقت رح تبدي تظهر بعض السحب العالية المتفرقة على بعض المناطق خاصة على الحدود الجنوبية صوب نوي الصيب والوفرة كذلك وأيضا على المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية من البلاد أجواء بوجعان في يوم الغد لطيفة ومناسبة لممارسة الهوايات الخارجية والبحر أيضا رح يكون خفيف لمعتدل الموج ويصل ارتفاع الموج بوجعان ما بين 1 إلى 4 أقدام ولازلنا في فترات الحمل التي تكون فيها تيارات الماء قوية التقص المتوقع في مدينة الكويت خلال 5 أيام المقبلة رح يستمر معانا الهوى الشمالي الغربي خفيف لمعتدل السرعة في يوم الثلاثة والأربعة وإلى يوم الخميس أيضا أجواء رح تكون مشمسة معظم الوقت وباردة نسبيا متوقع تصل العظمى إلى 22 درجة مئوية في مدينة الكويت وقد تصل إلى أقل من هذه المعدلات خاصة على بعض المناطق الغربية أما الصغرى ما بين 14 إلى 15 درجة مئوية مع نهاية يوم الخميس رح تبدي تتحول تدريجيا الرياح إلى رياح جنوبية شرقية رح تكون ملحوظة أكثر في يوم اليمعة والسبت وأيضا رح تبدي تظهر بعض السحب العالية المتفرقة على بعض المناطق متوقع تكون أجواء غائمة جزئيا في هذه الأيام ورح نوافقكم في تفاصيل أكثر عنها خلال النشرات القادمة العظمى المتوقع ما بين 23 إلى 24 أما الصغرى ما بين 15 إلى 18 درجة مئوية أعزاء المشاهدين نشكر لكم حسن المتابع كن في جولة لدرجات الحرارة في بعض العواصم المدن حول العالم